و أقول للذين يقولون من أنني وردتهم يمكنهم أن يكتبوا أسئلتهم عبر هذه الصفحة إن فتحت في قادم الأيام إن شاء الله تعالى و سأكون في خدمتهم قطعاً بحدود الإمكان بقدر ما أستطيع لكنني أقول لهم من أن شخصاً واحداً لا يستطيع أن يفعل كل شيء أنا بحاجة إلى مساعدتكم إذا كنتم تريدون مني أن أساعدكم لا أستطيع لوعدي أنا بحاجة إلى دعم اجتماعي إلى دعم أمني إلى دعم مادي حتى أستطيع أن أساعدكم بحدود إمكاناتي فإنني أواصل عملي ليل نهار فأنا أعمل في مؤسسة نشاطاتها مفصلة كثيرة رجاء أعرضوا لنا خارطة عملي مؤسسة القمر سأقرأ عليكم ما هو مكتوب في خارطة عملي مؤسسة القمر التي هي مؤسستنا التي نعمل فيها ونؤدي خدمة تمهيدنا لمشروع إمام زماننا عبر هذه المؤسسة وعبر هذه النشاطات أتمنى عليكم على الكونترور روم أن يتركوا الخارطة على الشاشة كي أقرأ تفاصيلها العنوان في رأس الخارطة مؤسسة القمر للثقافة والإعلام هذه هي مؤسستنا المؤسسة الأم مؤسسة القمر للثقافة والإعلام تنشطر إلى شطرين الشطر الأول القمر الفضائية إنها قناة القمر الفضائية الشطر الثاني القمر للنشر إنها دار القمر للنشر فمؤسسة القمر للثقافة والإعلام تنشطر إلى شطرين قناة القمر الفضائية دار القمر للنشر القمر الفضائية نشاطها ينشطر إلى شطرين الشطر الأول النشاط التلفزيوني الشاشة الصغيرة تيفي على مدار 24 ساعة النشاط الثاني هو النشاط الألكتروني على الإنترنت وعلى مدار 24 ساعة وهذا أنتم تلمسونه بأيديكم بحواسكم قناة القمر تضخ ضخا بالمعارف والثقافة الأصيلة للعترة الطاهرة ليل نهار تواصل عملها وكذلك نشاطنا الألكتروني لا أقول من أننا قد حققنا ما نريد ولكننا نعمل بقدر ما نستطيع أما القمر للنشر وهي دار القمر للنشر الجناح الثاني من أجنحة مؤسسة القمر موجودة وعملها مستمر لكننا نعمل ببطء بسبب قلة الإمكانات سنحاول أن نظهر لكم إنتاجنا النافعة والمفيدة لكم في أقرب فرصة القمر للنشر تلاحظون في الخارطة تحقيق ترجم طباعة النشر مشروعها الكبير هو هذا مشروع كلامكم نور ماذا جاء في تعريفه نوات مكتبة شيعية نظيفة من الفكر الناصبي بحدود الممكن لا نعطي لا نعطي ضمانا بنظافة من الفكر الناصبي بدرجة مئة بالمئة لماذا لأن مراجع الشيعة عبر القرون ما تركوا مزبلة ولا قذارة ولا نجاسة إلا وجاءوا بها وحشروها في واقعنا الشيعي سنبذل قصارى جهدنا لتنظيف نوات المكتبة هذه من قذارة النواصب التي وصلت إلينا عبر هؤلاء القمامة عبر مراجع النجف وكربلاء مشروع كلامكم نور ينشطر إلى شطرين الشطر الأول موسوعة كلامكم نور إنها الموسوعة التي تشتمل على كل أحاديث أهل البيت بتبويب جديد وترتيب معاصر وهذه ينشطر العمل فيها إلى شطرين الطباعة والنشر الورقي الطباعة والنشر والبرمجة الألكترونية أن نحول ذلك إلى تطبيقات ألكترونية منشورات القمر وتنشطر إلى شطرين موسوعة برامج القمر هذه البرامج التي أقدمها لكم نحولها إلى كتب مطبوعة سلسلة كتاب الجيب من منشورات القمر هذه كتب صغيرة وجيزة تشتمل على الموضوعات والمطالب التي يحتاجها الناس في حياتهم الدينية والدنيوية كل هذه العناوين العمل عليها جار إلا عنوان سلسلة كتاب الجيب من منشورات القمر هذا العنوان لحد الآن ما بدأنا العمل عليه بقية العناوين العمل جار فيها لكن العمل بطيء بسبب قلة الإمكانات المادية مثلما تشاهدون عملنا عبر قناة القمر وعبر نشاطنا الألكتروني على الشبكة العنكبوتية فإننا ننشط في مشروع كلامكم نور بقدر ما نستطيع لو توفرت لنا الإمكانات المادية المطلوبة لرأيتم النتائج في أسرع وقت ممكن هذا هذا هو الذي أستطيع أن أقوم به بحدود إمكاناتي وبحدود إمكاناتي الذين يساعدون في عملي هذا فإمكاناتي محدودة وإمكاناتهم محدودة أيضا ولكننا مع ذلك أنتجنا شيئا كثيرا قطعا ليس هذا بفضلنا أبدا ولا أقول هذا الكلام تواضعا إنما هو بتوفيق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل